اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان الحقيقة انه بلدنا طول عمرها يعني مليانة بالنوابغ مليانة بالنماذج النجحة والمتقدمة بالفكر والعلم والأدب والسياسة والاقتصاد والفنون كل المجالات دايما تلاقي فيها المصريين متقدمين لكن الحقيقة انه دايما احنا يمكن بنرجع للتاريخ وبقينا بنفتقد الموضوع ده بشكل كبير في المستقبل مسألة الاهتمام بريادة الاعمال ورواد الاعمال اللي دلوقتي بقوا هم كل شيء النهاردة بنشوف انه الدولة المصرية بترجع كل حاجة الاصلة بتسخر كل امكانياتها ومواردها علشان رعاية النوابغ والمبتكرين والمبدعين وده بيتم من خلال صندوق اسمه صندوق رعاية النوابغ والمبتكرين اللي كلف بيه سيد رئيس عبد الفتاح السيسي كلف بانشاؤه واصدر مرسوم بقانون ليه مخصوص في سنة 2019 علشان كده الصندوق ده بيعتبر استثمار في المستقبل لانه بكل بساطة بيستهدف دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين من الطلاب والنشأ هنتكلم بشيء من التفصيل عن الصندوق واهدافه ودوره في رعاية هؤلاء المبتكرين دلوقتي مورنا في الستوديو الدكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اشرح لنا كل شيء عن صندوق بالتفصيل ماذا يقدم الصندوق للنوابغ المصرية وازاي بيتم تأهيل الكوادر المصرية للمستقبل مساء الخير على حضرتك يا فنان منور منور الدنيا ربنا احفزك فين بعد إذن حضرتك أنا أول مرة كسامح أعرف السندوق ده يعني نفسنا حضرتك توضح أكتر بإيه أهدافه وإزاي بدأت الفكرة لغاية لما أصدر قانون بإنشاؤه تمام والله يعني مناسبة جيدة وفرصة صعيدة جيدة نحن فعلا نقدم السندوق ليستفيد منه أكبر عدد من الشباب والنشأ اللي هو السندوق أنشئ من أجله الفكرة جد في عام 2017 أثناء تكريم سيدة الريس للعلماء الحاصلين على جواز الدولة المختلفة فدائما عيد العلم بيحتفلوا به بكبار الباحثين وإنجازاتهم العلمية والبحثية سواء كانوا بجامعات أو مركز بحثية كان في 2017 الريس كرم مجموعة الأوائل من السنوية العامة بالإضافة لمجموعة الأوائل من الشهادات الفنية دي كان أول مرة في عيد العلم يكرموا مع كبار العلماء ومن هنا في قرارات الريس كلف الوزارة بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب والنشأ ما يبقاش فقط التكريم ومساهمة العلمية للكبار فقط ولكن النشأ ده مهم جدا ألي ألي أكتشفه وأنامي مهاراته وأناميها وأطورها وبعدين أوصل به المبتكر وأوصل به النابغة تسفين منه الدولة ما يبقاش مطروب لأنه هو اللي هيبقى مبتكر كبير ونابغ كبير بالضبط أنا النهاردة عشان أنامي اقتصاد وصناعة وعلم واقتصاد مبني على المعرفة يبقى أنا محتاج أكتشف من هو جيد وأستثمر فيه يعني الفئة المستهدفة عمرها قد إيه لسندوق إحنا شغالين دلوقتي مع أي فئة من أول الأطفال في سن بداية التعليم ده ليهم اهتمام وليهم برامج مخصصة لحد الباحثين اللي في المراكز الباحثية وفي الجامعات المدى العمري مفتوح بالنسبة لنا يعني أنا عرف إزاي بقى مثلا بنتي أو ابني مبدع أو مخترع صغير يعني إزاي أكتشف ده وإزاي أوصل للسندوق ده اللي الدولة خلال الأيام دي بتنصق ما بين قطاعات الوزارات المختلفة لوضع استراتيجية وآلية شاملة تشمل كل القطاعات في إزاي أكتشف المبتكر الموهوب النابغة المتفوخ العبقري كل دي مسميات تطلق على أشخاص مختلفين كل واحد ليه سمات شخصية فوزارة التربية والتعليم عندها إدارات الموهوبين إدارات الموهوبين دي بتكتشف الطلاب في المراحل العمرية اللي هو التعليم قبل الجامعي إحنا بنتعاون معهم إزاي يبقى فيه معايير ومقاييس علمية تكتشف في أصغر مرحلة سنية مين إحنا يا دكتور؟ مين القائمين على الصندوق؟ هل هم خبراء علماء؟ جهات حكومية جهات خاصة؟ ويدبع العلمي وزارة صندوق رعاية المبتكرين ونوابغ يدبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فهو كيان زيه زي بعض الكيانات الأخرى الموجودة تحت نفس المظلة زي أكاديمية البحث العلمي زي صندوق العلوم والتكنولوجيا في مجموعة من الكيانات موجودة كل واحد بيختص بآلية معينة لدعم الابتكار والعلوم الصندوق اختص زي ما حضرتك تفضل سألت بفئة عمرية متسعة سواء كان طفل كان في جمعة كان خريج عنده أفكار يتبناها الصندوق ويطورها عشان نوصل في الآخر لمبتكرات توصل منتج في السوق يبقى ليه مردود اقتصادي إزاي بقى دكتور يتبناها دي يعني أنا بنت طلعت مبتكرة ومبدعة إزاي بقى والصندوق اكتشف اكتشف ده فيها إيه اللي بيحصل بعد كده بقى معها تمام إحنا النهاردة بنتكلم على مجموعة برامج بيطلقها الصندوق منها بناء القدرات بعض البرامج بعضها بنبدأها مع جمعيات المجتمع المدني يعني هناك شاركات مع جمعيات المجتمع المدني القانون بتاع إنشاء الصندوق ده له مرونة كبيرة جدا في التعامل هو يقدر يشتغل بمفرده يقدر يشتغل بالشراكة مع جهات حكومية مع المبادرات المجتمع المدني مع القطاع الخاص ويدخل في شراكات معهم أو ينشئ حتى شركات فالقانون ده مرونة في إنشاء الصندوق عشان يقدر يتحرك في المجتمع بسهولة يقدر يتعامل مع جهات حكومية في وزارات أخرى يقدر يتعامل مع مجتمع مدني بس المهم يكون كله بيهدف إلى تحقيق أهدف الصندوق طيب منتكلم عن رواد الأعمال ودولة بيبتدوا صغيرين جدا يعني لو هنتكلم عن من أغنى الناس في العالم طبعا إيلون ماسك ابتدى رائد أعمال بيبقى عندنا شباب مصري كتير عندهم أفكار أولا هم بيبقوا متخوفين أنهم يقدموا أفكارهم دي بعد كده يتم تنفذها ولا يتم نسبها إليه تاني حاجة ودي شفناها وتعاملت فعلا الأفكار بتتقدم ومحدش بيتبنيها أو بيكون في نوع من أنواع المعويقات للفكرة تعقيدات لازم يكون عندك راس مال كذا لازم 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 فما يتمش تسجيل الفكرة في مصر ويطلعوا يسجلوها بره والفكرة مصرية صاحب الفكرة مصري لكن في الحقيقة هي تسجلت بره السندوق يقدم إيه علشان نحد من ده وعلشان النوابغ المصرية والأفكار المصرية تتنفذ هنا في مصر وبشكل أساسي فعلا زي ما حضرتك أشرت كل النقاط أو السلبيات اللي ممكن تبقى ظهرة دي السندوق مفروض يضع علاج لها أو أنشئ من أجله بمعنى السندوق عنده برنامج يقدر يتلقى فيه الأفكار ويقدر يبعثها لمحكمين ومقيمين مع الالتزام بالقانون اللي هي بنقول الإقرارات السرية وعدم الإفساح يعني كل خبير بيشتغل معنا بيوقع على إقرار للسرية وعدم الإفساح مش من حقه يتناول فكرة جات له رسمي يتدول مع حد تاني إنما عشان نبدأ بالشباب اللي عايزين يبقى رائد أعمال ويحقق النجاحات اللي احنا شايفينها عن مستوى الدولي بتدينينا مثلا على سبيل المثال برنامج مع مدارس المتفوقين كنموذج لأن احنا السندوق زي ما حضرتك تفضلت في البداية أنشئ في سنة 2019 فيا دوبك احنا في بداية تأسيسه وقوائل البرامج اللي بتانطلق فيه تلت سنين بالزبط خدت مراحل تأسيس أولية لإنشاء الكيان الإداري اللواحي المنظمة الحسابات البنكية وهكذا لكن ابتدنا أطلقنا مجموعة من البرامج منها برنامج يختص بالليفل إليفن أو زي ما قول تانية سنوي لمدارس المتفوقين يورش عمل في مجال الملكية الفكرية براءات الاختراع ريادة الأعمال بحيث منيجي للطالب للسطنة تانية سنوي نقول له لو عندك فكرة إزاي تسجلها براءة اختراع وإزاي تحميها عشان ما تتركهاش في المشاع وأحيانا بيبعنده فكرة فيروح للجرائد والإعلام ويقول كلم عنها فزي ما حضرتك تفضلت نقول تتسرق منه حد ينفزه بنفهمه إزاي تحفظ فكرتك قبل ما تنشره طب واللي بيبعنده مشاكل في التسجيل بتقدموا لهم تسهيلات ما؟ نقدر نقدم له دعم وتسهيل بمساعدة الخبرى واقعيا عدد اللي بيسجلوا براءات اختراع حتى اللي هنقول الأكثر ندو جنو الأكثر خبرة لما بتقدم براءات الاختراع حوالي 10% بس اللي بتقبل ليه؟ لأن الفكرة وحشة بعضها هو مش عارف يقدم الملف بتاعه أصلا أنا عايز أعمل منتج عاملها ببراءات اختراع أنت عايز تحفظ إيه فيه؟ أنت ما تقدرش تقول مثلا أنا هعمل جهاز إلكتروني أنت ما هيقول لك الجهاز ده مخترع لا يقول أنا عندي الإضافة الفلنية التفصيلا الحتة اللي أنت عايز تحميها إيه؟ عشان يقدروا يفحصوا يقولوا فعلا دي ما تسجلتش لحد نقدر نجديك براءات اختراع عليه صحيح فلازم يبقى عارف الملف كيف يعد صياغة الأوراق دي إزاي؟ بره مصر إسعاد بيروح لوكيل قانوني نكتب قانوني هو سجل تكاليفه كبيرة وزيادة طب إحنا هنا بنكلف المبتكر حاجة أو نبغ حاجة بالتعاون مع الصندوق؟ لا هو حاليا ممكن عشان المراحل دي لسه موصلناش للكم ده لكن الصندوق عنده الآلية دي يقدر لما يلاقي حد عنده فكرة بس المهمة بالنسبة لنا تكون فكرة لما تتطبق كلها عائد ومردود اقتصادي وحيكون فيه تكلفة عليه؟ التكلفة المفروض السندوق بيشيلها في المراحل الأولية لكن لو بنوصل لمنتج لازم السندوق بيبقى فيه نوع من العائد يقدر به ويوزن به هو ساهم في إيه؟ إذا كان المنتج فهو دي دايما الخلاف اللي بيبقى ظاهر إن حد عنده فكرة هو شايف إنها فكرة خطيرة ومهمة بس لما نيجي الخبراء يزيلها ويقسوها يقولوا لو نزلت السوق محدش يشتريها لو نفذ نهالك مفيش عائد فبالتالي بنحترم فكره بس لو اتطورت ممكن يبقى لها بالظبط يبقى احنا بنشوف إيه الجديد إيه اللي محتاجه السوق ونعمله يعني على سبيل المثال فارز يعني لجودة الأفكار وإنها تتصق مع سوق العمل ولا لأ محتاجينها ولا لأ بالظبط لأن زي ما حضرتك في مكان مثلا على الأبحاث بشكل عام في مجتمع البحث اللي يبقى فيه الأبحاث كلها في الأدراج مش قبلة للتطبيق هيبقى عملنا إيه؟ نفس الحكاية الأفكار الأفكار مهمة تبقى قبلة للتطبيق وليها مردود اقتصادي كبير أنتو عندكم مؤسسات بتساهم في مسألة الأفكار والأبحاث العلمية دي؟ بالظبط إفندي في شركات مع مؤسسات ما؟ إحنا معنا قاعدة بيانات لخبرة من الجامعات والمراكز البحثية في مختلف التخصصات وحتى لو لقينا تخصص نادر مش موجود عندنا بنقدر نتواصل ونشوف الخبير اللي يساعدنا في التقييم والأي مستوى بنسميه مستوى الجاهزية التكنولوجية للفكرة دوليا أنا تحطت معايير الجاهزية التكنولوجية من أول معيار صفر لحد معيار تسعة ودي العشر درجات دولة تحطتهم مثلا ناسا منذ زمن لو الفكرة لسه في دماغي وما عملش فيها أي حاجة اسمها المستوى صفر طب الفكرة دي تقرأ وعرف عنها بعض المفاهيم يبقى مستوى واحد وأفضل طب أنا طبقت وعارف تطبيقاتها هتبقى إيه؟ اتنين عملت منها نموذج أولي تجريبي يبقى ثلاثة النموذج جربت عليه في المناخ الملائم للشغل مش في معمل ولا في البيت يبقى وصل لأربعة وهكذا يوصل لخمسة يوصل لستة لحد ما نوصل لمستوى جاهز نموذج صناعي جاهز يروح لخط الانتاج فالمستويات دي احنا قولنا حد بيجي فكرة بنقعد نفحص معنا نعرف هو إلى أنهي مستوى مستويات دايما بنسميها من أربعة فيما فوق عندنا برنامج في الصندوق يقدر بقى يساعده في عمل نموذج أولي في دراس السوق في دراس الجدوى احنا بنصرف عليه بس خلاص بيبقى فيه اتفاق بيننا ان شاء الله لما ينجح الموضوع يبقى فيه شير تحفيزي للصندوق ويبقى هنبدأ نتبنك لحد الآن ده نوع من أنواع المنح يعني اللي بيقدمها الصندوق هو الصندوق بيقدي تمويل المراحل المتقدمة اللي احنا وصلنا لبزنس موضل نموذج أعمال لتبقى فيه شير كناشقه يبقى فيه كذا يبقى احنا بنتعاقد معك وبتفق معك وبنقولك احنا هنمولك مراحل زمانية كذا مراحل التمويل للأغراض الفلانية وهنتفعها بالمعدلات الفلانية وقادل الاتفاق اللي بنا كسندوق صندوق مش بالمعنى الهدف للربح لكن بيبقى فيه شير رمزي علشان الاستمرارية كمان بالضبط تبقى صندوق دكتور محمد أعلن من فترة ان فيه 49 منح دراسية يعني بواقع 7 منح لكل جامعة للحصول على شهادة باكالوريوس بنظام الاربع او الخمس سنين لخرجين السنوال العامة تفاصيل المنح دي ايه ويش شروطها بالضبط القانون انشاء السندوق اداله اختصاته مهم معينة منها دعم ورعاية وتمويل للمبتكرين ومنها البند التاني على طول من الاخصاص بتاعه تقديم منح دراسية للطلاب المبتكرين والنوابغ لاستكمال دراستهم بالداخل والخارج في مجالات معينة يا دكتور يعني في مجالات معينة بتستهدفوها مثلا الجهات اللي شبه السندوق فيه كيانات مثلا موجودة تبع وزارة الاتصالات ولكن هي بتهتم بالحاجات المرتبطة بالتكنولوجيا المعلومات والاتصالات احنا بنهتم بمجالات العلوم والتكنولوجيا لان فيه حاجات تاني بتهتم ببراية الاعمال المجتمعية خدمات معينة فاحنا قطاع تابع لوزارة تعليم العالم العلوم والتكنولوجيا فالحاجات اللي فيه مجال العلوم والتكنولوجيا وبالذات لتطوير التكنولوجيات عميقة مطلوبة لمصر فاحنا مركزين على القطاع ده لان في المنظومة في الدولة فيه اكثر من جهة بس احنا بنختص في الجزئية دي فمن ثم لما بنترح منح بنبقى عايزين جيل تطرح فين المنح دي وطالب السنوية عمل المخلص لو عايز يلطاح تقبيه إحدى هذه المنح يعمل ايه؟ بالضبط زي ما تفضل الأستاذ سامح كده إحنا أعلننا عن 49 منحة 49 منحة بالشراكة مع سبع جامعات سامع جامعات متميزة سواء في الانفراستركشور بتاع البنية التحتية للمعامل والتجهيزات أو ناس لها مجال وسنوات في مجال الابتكار والرياضة الأعمال الجامعات دي خارجية أو داخلية؟ مصرية يعني الطالب بيسأل عن المنح جوة الجامعة إحنا عاملين إعلان موضحين في ده بيسأل على الويب سايت بتاع السندوق بنوجهه الأول للجامعات اللي احنا متفقين معها الجامعات هي جامعة المصرية اليابانية جامعة زويل جامعة النيل وطبعا كلنا عارفين مستوى التدريس وطلاب اللي بيتخرجوا فيهم بيتخطفهم برا مصر فيهم الجزء الثاني فيه أربع جامعات أهلية متميزة أنشئة حديثا جامعة الملك سلمان جامعة الجلالة جامعة العالمين الدولية جامعة المنصورة الجديدة دول السبعة اللي عقدنا شراكة معهم السندوق بيتحمل 50% من المصرفات الدراسة والجامعة بتتحمل 50% واخترنا مع بعض مجموعة من البرامج اللي مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات بشكل متقدم والتكنولوجيات الجديدة اللي محتاجاها مصر عشان سياسة الخاصة بالاستراتيجية بتاعتها بتاعت التنمية بمعنى احنا بنركز على نقل التكنولوجيا توطين تكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وثلاث أهداف مطلوبين ثورة صنعية 4 و 5 فبالتالي اخترنا مجموعة البرامج اللي يدرسوا فيها متوافقة مع هذا فبقت برامج علوم وتكنولوجيا متقدمة أعلننا عنها بحيث قلنا المرحلة الأولى الطالب بيتقدم لكل جامعة يستوفي متطلبات القبول سواء كانت درجات مع حد أدنى المجموع أو بيمروا باختبارات للكريتكال سينكينج التفكير النقدي ومدى قلياته للتفكير ومدى استعابه للعلوم الغير الاختبارات التي يتمكن Same موجودة د cuarto الجامعة يعني أصلا مدينة زويل فيها اختبارات لوحدها الجامعة اليابانية فيها اختبارات لوحدها الاختبارات الخاصة بالمنح دي اختبارات كمان يعني غير هذه الاختبارات يعني مثلا الجامعة بتقول لو الطالب رايح يقدم فيها وهو هيدفع نفقات درسته هيدفع الاختبارات كذا لكن لو انا هديله منحة كجمعة هي حطى شروط تاني لازم يكون محقق كذا وكذا وكذا عشان اديله المنحة اللي هي الـ 50% اللي الجمعة بدفعها طيب بعد ما بيستوفر شروط بتاع الجمعة ويقبل بناخد المجموعة الاعلى منهم يدخلوا تاني بقى في الصندوق المرحلة التانية يعني الطب اللي طالعوا من اختيار المنح في الجامعات بيمروا على الصندوق بنبص على حاجة اسمها الملف الشخصي بنبص على اختبارات تقيس مستوى النبوغ والزكاء الملف الشخصي بنبص على بعض البيانات الشخصية العادية ولكن بنشوف الطالب ده المتقدم حاز على شهادات او جواز تأدير او جواز للتأدير في مجال النبوغ في العلوم بسواءات محلية او دولية عشان كده هنا بيجي دور مديرت المتفوقين اعتقد يعني يكون لهم جزء كبير من هذه المنحة بالزبط يا فندم هل حضر او شارك فيه مسابقات دولية في مجال الابتكار والاختراع وحصل على مراكز متقدمة خلاص ده ده عنده دوكومنتيشن انه هو بدأ طريق الابتكار والنبوغ جزء تاني بقى القياسات فعلا نفسها انه المتفقين مع مكان متخصص انه هو بيعمل مستوى الايكيو تيست بانواعها عشان نتطمن على الشخصية هو هيقدر يتطور هيتأخلم مع الدراسة عنده تفكير خارج السندوق اذا ازاي بقى دكتور برضو عايزين يعني نحتفظ بالموهبين دولة والمبتكرين دول ما يطلعوش برة بلدنا عايزين نستفيد بهم اكتر ايه اللي احنا بنعمله وبنقدمه ليهم عشان يبقوا داخل اراضي الوطن بالضبط هي الفكرة اذا ما حضرتك تفضلت هي لازم تبقى منظومة متكملة يعني انا مش بعينه لكن انا اقدر اهله وهو بيدرس بدورات تدريبية يبقى رائد اعمال فيلاقي نفسه فرصته وهو متخرج مش فكرة بقى بدور على الوظيفة الحكومية وعد على مكتب ده انا درست ريادة اعمال مع ابتكار مع تعلمت بمستوى معين اقدر اكون مع نفسي او مع مجموعة من الزملاء شركتي وانا بتخرج استثمر فيها فيبقى النهاردة هو ملك نفسه ازاي النمازج الحرك اشارت اليها في البداية يبقى ده جزء واحنا مناخ جايد يعني احنا متكلم في الاخر في مصر مئة مليون او اكثر من مواطن يعني مجتمع محتاج للتكنولوجيا بشكل كبير وسوق جيدة جدا فده جزء اساسي ان انا احببه وهو خارج هو عارف يبدأ مشروعه ازاي ومش لسه هيتعلم صح ثانيا التعليم من هذا النوع بيخليه خلاص احنا ببعدنا عن الوظيفة الروتونية فلما بتيجي جهات تطلب عايزة شخص كواليفايد مصنع او تصنيع معين وتطوير منتج هو عايز ده يبقى على خط انتاجه عشان يتورله المنتج طبعا فالنهاردة انا بتحلو فرص واسعة وانزي مرة حالكم خلال الفترة اللي فاتت فيه تنصيق مع الوزارات المختلفة فينا مسج بعينها يتشاور عليها خلال السنسين اللي فاتوا دول بتقدروا ان انتو يعني وانتو بتشرحوا للطلبة كده الملح اللي بيقدمها للصندوق وانتو بتكلموا معينه عن مدينة زويل وانتو بتكلموا معينه عن الجامعة المصرية اليابانية وازاي المجالات دي بتخلق لهم يعني ميزة وفرصة كبيرة انه يكون صاحب كيان ويكون رائد اعمال فصدنا صغير يعني والله يا حضرك احنا بنحاول ايه من مجموعة من البرامج عشان التوعية ونشر الثقافة دي يعني بدأنا ببرنامج اسمه برنامج اكتشاف المبتكرين ورواد الاعمال في مصر واختصرنا كده رودشو ونظمنا نصقنا مع 16 جامعة في 16 محافظة من جامعات الحكومية انها تستقبل فريق الخبراء بتوع السندوق ونعمل دعوة للشباب ايا كان سنه المبتكرين والنوابغ اللي في حيز الجغرافي بتاع الجامعة ويفتحولهم الابواب والتقين بيهم بيعرض افكاره في منهم يعني نمازج لشباب مثلا عنده 10-12 سنة وحاطت فكرة ويمكن انا عجبني شيء جايج جدا والدة الطالب بتتصل هم مثلا من محافظة المنصورة ولكن مش هيلحقوا لظروف اليوم بتاع المنصورة والدته بتقول هو انتوا هتعملوا في طنطة امتى عشان انا عايز اروء بابني طنطة انا عايزاه مش مهم يكسب او يدي له تميز بس هيقرض فكرته فالخبراء هيوجهوه فيحسن منه برافو يعني ده نموذج ممتاز لما رأيهم ام وربناها كده طبعا تخيل ده لازم يكون واحد منتج عبقري بك فلما بنتحرك للجامعات وبنستقبل دول ونحتك معاهم واللي عنده افكار بناخدها ونفحصها ونشوف نمولها له ازاي عشان ننميه طب لو افكاره بسيطة ولسه يعني برضو ما توقعش مسلا من السن البداي ده كل الافكار تبقى دخم عملنا برنامج تاني اسمه حاضنة افتراضية برنامج الحاضنة الافتراضية ان الافكار لسه في اولها في معايير الجاهزية لسه بسيطة ان احنا نودي لمؤسسة علمية عندها حاضنات تكنولوجية يبدأ يساعدوه استشاريا يحسنوه فكرته يوروه الاجهزة والمعامل ازاي يقيس الفكرة ويشوفها اتطور معانا ونمى يبقى احنا دخلنا المرحلة البعدها بتاعت برنامج جسم التسويق نموله وده شيء مهم جدا ان الدكتور كنا بنفتقد وجوده الحقيقة واعتقد انه كلمة السر في الفترة اللي جاية هي مسألة الاهتمام بالنشأ في كل شيء لو احنا بنتكلم على المستوى الرياضي على المستوى الفني على المستوى الفكري والاهتمام بالنوابغ ده شيء مهم جدا لانه لو احنا بنتكلم عن تنمية مستدامة فالبداية لازم تكون من النشأ بالضبط وكانت لفتة في منتهى الزكاء ولفتة طيبة جدا اللي عملها السيدة الرئيس انه يكرمهم في عيد العلم ده شيء رائع جدا كانت هي الشرارة اللي ان شاء الله يعني هتنور لنا الطريق اللي جاية بأمر الله وتدي حقوق ليهم يعني هما كانوا محتاجين حد فعلا يمدلهم ايديه يعني حضرك بشكل عام لما بيقول احصائيا احنا ممكن من وسط المجتمع بتاعنا نكتشف حوالي 10% منه هي النسبة احصائية دولية يعني انا ممكن اعوز في الميت مليون بدور على كذا او لو خدت فئة الشباب في حيزة ادور على 10% منهم احنا لسه ما تمش اكتشافهم فالنهارده لازم نديموا الفرصة وبقت الاعمار دوليا يعني احنا عملنا بخوص كده ودراسة هي تجارو الدول التانية ايه في انجلترا عملت ايه في امريكا عملت ايه في ماليزيا عملت ايه في سنغافورة عملت ايه في ايران عملت ايه في دا عمل ايه فلقينا مراحل واتفق الكل انك تستطيع ان تكتشفه من سن 9 سنوات السنوات الاولانية اه ممكن يبقى عنده مؤشرات ده غاوي فك وتركيب ده غاوي تكنولوجي ده غاوي كذا لكن قاله من 9 سنوات تقدر ترسم شخصيته ولكن برضو احنا بنقول السنوات اللي تحت 9 سنوات دي تنشطيه طبعا عشان نحافز ونكتشف من 9 سنوات قاله تستطيع انك انت تكتشف وتبدأ بقى تعمله برامج خاصة به والتم دراسة هل الولاد النوابق دول ناخدهم نحطهم في مدارس لوحدهم ولا ندمجهم مع التعليم العادي ولا كذا لكن الخبرات الاغلبية بتاعتها قالت لا ما تعزلهش لوحده عشان انت هتخلب بشخصيته وتفكيره زهن لا هيبقى في وسط مجتمع ولكن ليه برامج اضافة برامج رعاية خاصة ورعاية خاصة في الصيف في اجازات تديله بحيث هو يبقى مندمج مع المجتمع وعارف مشكله ومش متعالم الأول ويفضل شخصيته او يحصل له خلاله لا يفضل مستمر في هذا ولكن انت عينك عليه لحد ما تطلع عليه توصل عينك عليه دي الفكرة نكون عنا على النوابغ ويتم تقديم لهم الرعاية المطلوبة احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ شكرا جزيلا على وجودك معنا شكرا جزيلا وتحياتنا لكم وقلوبنا كلها معاكم بأمر الله شكرا جزيلا يا ربنا يخل حضرتك احنا كده يبقى خلصنا الحلقة مع حضرتكم النهاردة وكنا سعداء جدا وحنا معاكم يا رب تبقوا انتو كمان سعداء معنا ونشوفكم دايما على خير السلام عليكم